بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد عياد ان شاء الله النهاردة حلقة جديدة من التصميم باستخدام سوريدوركس في الحالة اللي فاتتكلمنا عن سوريدوركس اد انز وعرفنا ايه الاضافات اللي بتنزل مع البرنامج والاضافات اللي ممكن آآ نضيفها بعد كده ونستخدمها داخل سوريدوركس. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا برضو وهو التخصيص آآ كلمة بالله دايما مقترنة بحاجات كتير داخل البرنامج آآ بيها بقدر اعمل تخصيص لواجهة المستخدم بالكامل يعني ممكن اغير في شكل الايكونات اكبر حجمها آآ طريقة عرضها آآ اضيف مسلا ايكونات في قوائم معينة آآ شكل القوائم بالكامل آآ ازرار الموس ممكن اتحكم بيها اضيف فيها مسلا اختصارات معينة آآ اعمل قوائم سريعة استخدمها في اي وقت ففي حاجات كتيرة جدا باستخدم فيها الكستوميز لو فتحنا حتى اي قوائم هتلاقي مسلا في النهاية خالص تلاقي عندي كستوميز عشان اعمل به كستوميز مسلا للقايمة اللي قدامي اللي انا اصل لو جيت آآ عملت كستوميز مينيو مسلا هبص لها عندي الحاجات اللي انا اقدر اعرضها والحاجات اللي انا اقدر الغيها داخل القايمة دي آآ برضو مسلا لو جيت ضغط على الماوس آآ بالشكل ده فبلاقي برضو حاجات عندي بتظهر انا بكون ضايفها في اعدادات الماوس آآ مسلا لو اقدخلت على قايمة سريعة زي دي فبلاقي مسلا اعدادات معينة او آآ اختصارات معينة انا بضيفها للقايمة بتاعتي من خلال برضو ان انا بعمل لها كستوميز فهنا انا بعمل تخصيص لحاجات معينة انا بكون بستخدمها بغير شكل واجهة المستخدم بما يتناسب معايا انا فطبعا لان الموضوع فيه حاجات كتير فان شاء الله ممكن هيكون فيه اكتر آآ من حلقة بعد كده متفرقين آآ هنتكلم عن في حاجات معينة النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم عن بالنسبة للأوالب ازاي انا اعمل قالب مخصص لي انا باعدادات معينة استخدمها آآ على حسب احتياجاتي يعني ايه آآ لو انا مسلا قفلنا البارت المفتوح قدامنا دلوقتي وجينا في الاول خالص نفتح بارت جديد وقلت له نيو آآ بلاقي عندي العرض اللي هو بارت اسيمبلي آآ او دروينج آآ لما بختار اي قسم من الاقسام التلاتة فهينا بيفتح لي تيمبلت قالب القالب اللي اشتغل عليها يعني مسلا لو انا قلت على البارت اوكي وفتح معي بالشكل ده فده شكل القالب اللي انا هشتغل عليه اللي فيه الاعدادات بتاعت البارت بتاعي. والاعدادات اللي موجودة فيه هي الاعدادات الافترضية بتاعت البرنامج. انا برضو ممكن اعمل زي ده كده قالب مخصص ليا واضيف بقى اعدادات خاصة بي انا كل مفتح لقاها موجودة من غير المغير فيها. يعني مسلا حاليا الماتيريال عندي هي نوت آآ مش محددة. انا ممكن اعمل قالب احدد فيه متيريال تفضل سابتة معي على طول. كل مفتح اللي دي موجودة في قالب فاضي اشتغل عليه. عندي مسلا الاعدادات هنا في الوحدات اللي هي نشتغل بالمليمتر والجرام بالنسبة للأوزان. انا ممكن مسلا اعمل قالب لو انا بشتغل احيانا اشغال ده اشتغل بوحدات الاي بي اس. فممكن اعمل عندي قالب مخصص ب اه وحدات الاي بي اس اضيفها فيه. اه بعد كده لما جي افتحه قلقة على طول الاعداد ده موجود او القلقة الوحدات دي موجودة على طول محتاجش ان انا اغير فيه الوحدات بتاعتي. اه حاجات كتيرة جدا اقدر اه اغيرها الابعاد تتعرض ازاي اه تظهر قدامي بشكل ايه? كل ده اقدر اعمله في مخصص لي انا. واخفزه وبعد كده لما يكون محتاجه في اي وقت ارجع اجيبه. فقال ده ان شاء الله هيكون موضوع حالات النهاردة. هنعرف ازاي نعمل فيك الكلام ده مع بعض. وقبل ما نبدأ نعمل القلب الجديد مع بعض فانت حاليا اكيد انت عندك مجموعة من الاعدادات انت عملتها بنفسك او في اعدادات انت شغال عليها حاليا ومقتنع بها. فعلشان لو عملنا قالب او عملنا اي تعادلات بعد كده فانا دلوقتي برضو هعرفك ان انت لو في اي وقت عايز ترجع للاعدادات اللي عندك فممكن تاخد منها نسخة احتياطي تحفظها عندك وبعد كده ممكن تجيبها في اي وقت سواء الاعدادات اللي انت عملناها بعد كده عاجبتك او ما عاجبتكش فانت ممكن ترجع الاعدادات الاصلية بتاعتك. اه بنحفظ الاعدادات عندنا وبنستعدها اه بطريقتين اتنين. طريقة منهم لو انا اصلا قفل البرنامج فهعرف اجهات ازاي ممكن تحفظ نسخة من الاعدادات والطريقة التانية من خلال البرنامج نفسه. طريقة لو انا قفل البرنامج هنستعروا البرنامج بدلوقتي مش شغال مقفول فبروح على وبفتح البرامج الخاصة بيا. طبعا بيختلف الموضوع من آآ نسخة ويندوز لنسخة تانية فهنفتح جميع التطبيقات وبنزل على سوليد ووركس هنروح عند الفولدر الخاص بسولد اه سوليد ووركس والاصدار بتاعك. انا مسلا حاليا اصدار اتنين وعشرين فهفتح الملف ده. وهروح على كوبي وزرد وجنبها طبعا الاصدار بتاعنا وهضغط عليها. هتفتح قدامي بالشكل ده. مش هنكمل هنا هنكمل بقى من داخل البرنامج لان بقى الاعداد اللي هنا هو اللي جوا. بس دي الطريقة الاولى ان احنا نجيبه من لو البرنامج مقفول. تعال بقى نكمل الخطوات دي من داخل البرنامج نفسه. هنقفل. الطريقة التانية ان انا هروح هنا جانب العلامة الترسى هنا اللي هي هضغط على السهم ده وهروح على سيف رستور سيتنجس. هتظهر على طول عندي بالشكل ده. هروح على سيف سيتنجس. وهقول له نكست. هديفتح للمكان اللي انا هضيف فيه طبعا هنا هيحدد لي ايه الاختصارات اللي انت عايز او ايه الاعدادات اللي انت عايز تحفظها. ممكن نحدد كل الاعدادات زي ما احنا شايفين كده. وهروح على المكان اللي عايز احفظ فيه طبعا هعمل براوز عليه. وهختار المكان. آآ طبعا انا بفضل دايما لو انت عندك آآ ملف تكون مجاهز وعلى طول تحفظ في الاعدادات بتاعتك. بحيس ان انت من وقت للتاني لو عجبك اعدادات معينة. ممكن تحفظها بدلا ما ترجع كل شوية تعمل فيها. عشان وقت ما تحب تجيبها تجيبها برضو. هتختار المكان وهتقول له خلاص هو كده عمل لك حفظ في بالاعدادات هتقول له فينش هيأكد عليك المكان اللي انت حفظت فيه الاعدادات هقول له اوكي خلاص كده انا اخدت منها نسخة عشان لو حابب في النهاية ان انا ارجع لنفس الاعدادات ديت برضو في النهاية هنشرح ازاي هترجع ليها تاني. نبدأ بقى نشتغل على القلب بتاعنا. بالمناسبة انت ممكن تعمل قلب مخصص للبرت وممكن تعمل قلب مخصص للشيد درونج. احنا النهاردة ان شاء الله نشتغل على البرت. فهنروح على نيو وهنعمل نيو بارت وهنفتح البرت بتاعنا عادي جدا ونبدأ نشتغل على القلب الجديد. فتعالا الاول كده نروح على عشان عايز اوريك برضو حاجة مهمة جدا. لما بنفتح بالله عندي مقسومة لقسمين اتنين. دي الاعدادات العامة بتاعت النظام بتاعي او القوائم او الخيارات بتاعت البرنامج. طب ودي بقى اللي هيدور عليها محور الكلام كله النهاردة. هي مجموعة الخصائص اللي انا بضيفها على المستند النشطي الحالي. يعني وانا شغال حاليا ممكن احدد اه خيارات معينة تشتغل على المستند ده بس. ومجرد ما هقفله واجه افتح برض جديد هلاقي الاعداد اللي انا عملتها على المستند ده اختفت. وممكن بقى بطريقة تانية ان انا باخد برضو بعض الاعدادات دي واعمل بها زي اللي احنا هنعمله النهاردة هناخد مجموعة الاعدادات دي وفي الاخر هنحفظ الملف ده كتمبلت علشان لما نفتح نلاقي نفس الاعدادات. يعني لو انا مسلا نشغال اه على جزء في سريد. اه عندي كوميستيك سريد مسلا في التصميم وعايز ازهره. فبروح مسلا على وباجي على اه وبفعله. طيب انا لما بفعل الخيار ده بيشتغل معي في البرت ده بس ببدأ اشوف شكل اه في البرت اللي انا اشغال عليه بس. لكن لو جيت قفلت وفتحت بارت جديد بلاقي الخيار ده مش موجود. بياجي اعمل سريد تاني بلاقي مش ظاهر معي. فلازم ارجع افعاله من هنا. تمام? فده معناه ايه? ان شغال على المستند النشط ده بس. لكن لو قفلت وفتحت غيره مش اشتغل. لكن لما بنجي نعمل تيمبلت بقى جديد. فانا باخد الاعدادات اللي انا هعملها كلها حاليا على وبعدين برجع اه احفظها اه كتمبلت علشان لما افتح مرجعش بقى اشتغل في كل الاعدادات اللي احنا شايفنا هنا بالنسبة لخصائص المستند تكون هي جهزة معي على طول مش محتاجة تغيير. فاحنا برضو ممكن احنا شغالين حاليا في مجموعة اعدادات معينة تظهر قدامنا. ممكن انت تكون انا مسلا مش هشفعلها في التيمبلت اللي انا هعملها او القلب اللي هعمله. هي ممكن اصلا تتناسب معاك. فانت ممكن تفعيلها. مش شرط ان انا اكون اخترتها هنا. ممكن انت اه تختارها. طب بعد كده احنا اصلا بنوصل للاااا الاعدادات او التيمبلت اللي هنعملو ازاي. هوريك بقى حاجة مهمة جدا برضو اللقتي. لازم تكون عارف احنا بنوصل لمواقع الملفات ازاي. لو رونا على و جينا روحنا على موقع الملفات. ايه كل جزء بنشتغل عليه داخل له ملفات محفوظة داخل نسخة البرنامج اللي عندي. يعني انت مسلا من اول ما عملت نسخة البرنامج بتاعتك لو دخلت على ملفاتها. هتلاقي ان عندك فولدرات جاهزة اه بكل جزء بتستخدمه داخل البرنامج. سواء ان كان شيك متل اي حاجة انت بتستخدمها لها ملفات داخل البرنامج. لما باجي اشتغل على اي مديول من اللي موجودين داخل البرنامج. هو على طول بيخش يجيب لي الحاجة اللي انا محتاجها من قلب الفولدرات دي. فمسلا انا لو هشتغل فانا على طول بمجرد اه خط وعايز احاول الخط ده لقطاع من القطاعات الموجودة في الويلد منتس. فهو على طول البرنامج بيروح يجيب لي القطاع ده من الملفات دي. على طول هو بيتنقل هنا كده بيجيب لي في الفولدرز. هلقي مسلا عندي الويلد منت بروفايلز اللي فيه شكل القطاعات. هلقي على طول نها في الفولدرز يجاب لي المسار بتاعه. المكان اللي فيه القطاعات دي هو عالطول بيروح يجيب منه طيب معنى كده ان البرنامج بيتحرك من خلال دي مواقع الملفات دي فالو انا بقى عايز اعمل اضافة جديدة زي التمبلت اللي اناعمله فممكن احطه فيه مواقع الملفات دي علشان هو يقدر يوصل ليه بسهولة يعني لو انا جيت دورت هنا مسلا في ونزلت كده هنروح مسلا على ملف زي مسلا الشيت التنسيقات بتاعة الورق دي ليها فولدر فمسلا لو اخترت الفولدر ده وبعدين انا عايز اه اضيف فولدر جديد اه او ملف جديد بتنسيقات ورق جديدة اقدر اه ارجع لها بعد كده واجبها عندي فبقوم رايح على عشان هضيف ملف هيبدأ يفتح للمواقع بتاعة الملفات عندي فهحدد مكان مسلا اعمل في الفولدر الجديد بتاعي ده لو هو مش موجود اصلا وهوصل ليه على طول فلو رحنا مسلا على المستندات بتاعة البرامج عن متى وعايز بقى اضيف فيها فولدر جديد هنا فممكن اجي هنا مسلا كليك يمين وهعمل ملف جديد او مجلد جديد وهسمي بقى المجلد ده بالاسم اللي انا عايز اه احفظه عندي فلو هنسميه مسلا شيت فورمات برضو او شيت فورمات تمام وبعدين هختار المجلد ده وهعمل سليكت فولدر فهو على طول هيضفه لي هنا اهو هلاقي الامتداد بتاعه ظهر عندي هنا اهو ده الامتداد الاصلي بتاع الشيت فورمات اللي هو اصلا بيجيب منه وده الامتداد الجديد اللي انا ضفته اللي هو السي يوسرز وفيه موقع بتاعة الشيت فورمات الملف اللي انا ضفته طيب فينا بقى حاجة مهمة لو انا مفروض يجيب لحاجة من الشيت فورمات س هيجيبها من هنا هيجيبها من الامتداد الاصلي ولا هجيبها من اللي هو نضيفته هجيبها من ده طب ليه علشان ده الاصلي لا علشان البرنامج هنا بيشتغل الاولوية يعني اول حاجة عنده في القائمة هو هيروح يجيب منها مش هيجيب من التاني هيجيب من الاول طيب لو انا عايز باجي جيب من ده يبأ انا بقى احدد ده وهقول له اطلع هو فوق فكده انا لو عايز اجيب حاجة من الشيط لو انا بقى حافظ عندي تنسيقات معاينة داخل الفولدر انا اضيفته دلوقتي هو يروح يجيبها من الفولدر ده مش هيجيب من التاني عايز اغير يبقى انا خلاص بقى هم رجع ده موفدون ونزله تحت تمام اهو اتحكم بقى في اللي انا عايز اجيب منه في الاولوية طب انا بقى عايز ارجع للاعدادات بتاعت التاني خالص بكل بساطة ممكن اعمل هيعمل لي اعادة لزبط الاعداد هنا بقى بيقول لي هتعمل اعادة للاعدادات بتاعت كل القوائم لو انا اخترت الخيار ده هيغير في كل الاعادات اللي موجودة في القوائم هنا طيب لو انا عايز في الصفحة دي بس فاقول له طب لما عملت كده اللي حصل حزف الامتداد الفولدر التاني حزفوا من هنا لكن الفولدر موجود عندي في المستانيات زي ما هو ما تشالش هو هيحزفو لك من القيمة هيرجع القيمة هنا للاعدادات الافتراضية بتاعتها تاني اعدادات المصنع اعدادات البرنامج الاصلية اللي جي بيها تمام لكن الفولدر موجود عندي تاني لو عايز هرجع له وهرجع له ده بس توضيح علشان نشوف البرنامج بيوصل للملفات ازاي تكون فاهم ازاي هيوصل للملفات بتاعتك تمام كده اوكي نروح بقى تاني على عشان نعمل الاعدادات الخاصة بالقالم بتاعنا وفي الابعاد هنروح على الابعاد وهنروح طبعا زي ما قلت انا فيه مسلا بعد حاجات هعملها دلوقتي فيه ممكن تكون اه انت عايز تضيف حاجات تانية فممكن تضيفها عادي مش مشكلة فيه بتاعك لو هتحفظه على طول معاه يعني مش شرط ان اعمل كل حاجة احنا هنا بس الموضوع اه توضيح ازاي في النهاية هنحفظه طب ايه اللي هي الابعاد المزدوجة طب هي بتعمل ايه لو انا جيت فعلت الخيار ده اللي هو وفعلت الخيار ده هو ده بيعمل ايه ده بيديني الابعاد بتاعتي على بتاعي بالملي متر وبالانش يعني بعد كده لو انت شغال على لو انت محتاج كده اه ممكن بتدي مثلا البعد ده مثلا بقيمة قد كده بالملي متر بيزهر لك بالملي متر وبيزهر لك بالانش بالاتنين بعد كده هنروح على البرامري البرزيشن اللي هي بقى الدقة بتاعت القياس بتاعتي يعني بعد القيمة الصحيحة بتاعتي مثلا اللي انا استبيها اه عايز بعدها قيمة عشرية قد ايه ده بقى طبعا راجع للدقة بتاعته كل ما بيكون القيم دي اكتر كل ما بيكون الدقة اعلى على حسب احتياجنا يعني في واحد ممكن يكون عايز القيمة بس اللي هي مسلا عشرة ملي متر هي عشرة ملي متر مش عايز بعدها كم من اه كم من عشرة او كم من مية او كم من الف مش محتاج القيمة العشرية دي وفي احيانا القياسات بقى طبعا طبيقة تانية اه مسلا ممكن دقتها عايزة بس كم من عشرة في دقة اكبر عايزة كم من مية في دقة اكبر عايزة كم من الف كل ما بالدقة بتكبر او كل ما الارقام دي بتكبر معي كل ما الدقة بتزيد. فده طبعا راجع الاختيار الدقة بتاعي. فاحنا مسلا هنعتبر ان التمبلت او القلب بتاعنا ده هنخلي الدقة في وحي اتنين تلاتة. مسلا. يعني دي القيمة اللي احنا عايزين نشتغل عليها. انت لو عايز طبعا تغير بقيمة تانية بتضيف اللي انت محتاجه. ده بالنسبة ليه الضيمانشن وبالمناسبة ان شاء الله هيكون في حلقة بازني لا نتكلم فعلا بصفة عامة هنحاول نشرح فيها اغلب اللي موجودة معنا لانا طبعا الوقت النهاردة مش هيسمح اننا نشرح كل او نغير في بالكامل احنا بس بنشرح فكرة لكن ان شاء الله هيكون في حلقة هنتكلم فعلا عن بصفة عامة سواء في او في بعد كما تعالى نروح على وهنختار برضو منها البالونز ممكن نعدل فيه. وبرضو عشان ممكن تكون مش عارفة اللي هي العروض او توضيح العروض بصفة عامة. طبعا فيها حاجات كتيرة جدا برضو محتاجة اه حلقات لوحدها نشرح فيها. اه هنتكلم مسلا منها عن جزء زي البالونز. البالونز اللي هو انا مسلا لو عندي جزء معين عايز اشاور عليه كاشارة توضحية كده زي ما احنا شايفينه فيه التوضيح بتاعه هنا. بشاور مسلا عليه بسهم وبسحبه بشكل مسلا انا بقى بتحكم فيه الشكل ده وده اللي هنشوفه مع بعض وبكتب برضو فيه قيمة معينة ان كنت هكتب فيه رقم هكتب فيه اه كلمة هكتب فيه حاجة معينة لو هو اه بكتب فيه مسلا اه رقمه او اسمه داخل البي او ام اللي هي الجدول يعني اه له استخدامات كتيرة جدا. فهينا مسلا لو انا عايز اغير شكل البالون في التنبلات ده ما يظهرش بشكل دائري. فلو روحت مسلا على السنجل بالون وعايز اغير فيه الشكل بتاعه فلو روحت على بل ايه بديني هنا اكتر من شكل بديني الشكل المسلس اه يعني اشكال كتير بختار منها هو حاليا مسلا على الشكل الديري ممكن مسلا خليه هلا يتغير معي بالشكل انا شايفينه ده يزهر في البرت ده هيكون بالشكل المسلس. وبعدين كده خلاص هنكتفي بالعياد ده في احنا قولنا هو مسال توضيحي فهنقول له اوكي ونبدأ بقى نشوف حاجة تانية. عايزين بقى دلوقتي برضو نطبق ماتيريا المعينة تفضل موجودة في بتاعنا قبل ما نحفظه. يعني مسلا انا هفضل شغال على التمبلت ده منتج معين بماتيريال معينة. مش اغيره. لان في الطبيعي ان انا اصلا كل ما هفتح برض جديد فلازم بغير الماتيريال من هنا. نا انا عايز اعمل القلب ده يفضل شغال بالماتيريال دي بس. فهنروح على الماتيريال هنا في التري فيتشر مانيتجر. فاللاقي عندي بقول الماتيريال النوت بسفاية الماتيريال بتاعتي غير معرفة. فلو ضغطت عليها كده يمين وروحت على ايدت ماتيريال. هيفتح لي طبعا المربع الخاص باختيار الماتيريال طبعا كنا شرحنا الماتيريال كلها في حلقة الوحدة وعرفنا زي اصلا بنضيف مواد حتى لو مش موجودة داخل المواد اللي هنا ازاي بنعمل مادة جديدة ونضيفها ليه علشان نشتغل عليها بعد كده. فلو رأنا على وفتحنا الستيل وهننزل عند هنخلي مسلا الماتيريال بتاعتنا فممكن نروح على آآ ستيل ستيل هختارها طبعا على طول بيزهر لي في الناحية التانية الخصائص الخاصة بالمادة دي طبعا كل ده احنا شرحنا مش هنتكلم عنه تاني. فخلاص انا هختار المادة دي فبقول له كده المادة دي اللي اتطبقت هروح على المادة هنا كاست ستيل ستيل اي جزء هختاره او اي جزء هرسمه هنا في البرت ده او هصممه. هيطلع على طول بالمادة دي. طبعا احنا كنا تكلمنا لو انا بعد كده بضيف جزء او باضي تاني داخل البرت بمادة تانية ازاي احنا برضو بنغيرها وبنخلي البرت الواحد في اكتر من متابق. نخش بقى على المرحلة التالتة وهي او الخصائص اللي هتبقى خاصة بالبرت. طبعا برضو احنا شرحنا الخصائص قبل كده لوحدها وعارفين بنعدل فاز ازاي احنا بقى هنعمل هنا برضو بروبرت السبتة وخصائص السبتة ليه التمبلت بتاعنا هنشوف برضو هنعملها ازاي. وطبعا برضو مميزة انك تعمل بروبرتس ليه التمبلت بتاعك انك بعد كده مش محتاج بقى اتعرفها لكل مستنع يعني كل ما تعمل الملف ما انتاش محتاج تعمل الخصائص بتاعته. هنروح على فايل وهننزل على بروبرتس هتفتح معنا بروبرتس بالشكل ده طبعا الشكل ده مش غريب عليكم احنا عملناها بكده برضو في حلقة بالكامل شرحنا كل حاجة فيه. فلو راحنا على الخاص بالكاستوم وبعدين هنبدأ بقى نضيف هنا آآ خصائص معينة فالاول هنا في اسم الخاصية. هنيجي هنا مسلا نختار هنعتبر ان ده يكون آآ اسم الشركة مسلا اللي انت بتشتغل لها على طول موجود في آآ التنبلت ده يعني خاص بها يزهر على طول في الخصائص. هقول لك بعد كده اصلا الخصائص اللي انت بتعملها دي فايدتها ايه او هتظهر معاك فيه. ولا اقول انا بقى على وكتبنا هنا مسلا الاسم بتاعنا اسم الشركة اللي بني اعمل لها مسلا هنخلينا اسم افتراضي وهنقول مسلا ولياكم انه هو تمام انتر هيزهر عندي على طول في طبعا المفروض انك عارف دي الخطوات اللي بتتعمل بما انك انت سمعت حلقة قبل كده فمش محتاجين نقول اللي احنا بنعمل وفاقة ايه. هنروح تاني على وهنضيف خاصية جديدة. وهنيجي هنا وهنقول وهنروح في وطبعا المفروض ان انا كل مرة بضيف آآ على الحسب بل انا هضيفه. فهنا آآ كتعارف بينك وبين المستخدم اللي يشغال معاك يعني عشان يبقى عارف انت قصدك ايه فلو انت مسلا نضيف تعلامي بدياش. فهنا لو اي حد فتح بعد كده اه غيرك هيكون عارف ان انت بتقصد ان انا ممكن بضيف بقى اسم آآ معين هنا اللي هو اصلا تصمم داخل ده. فده العلامة دي بتعرف ان ده مفتوح. انت بعد كده اه غير دي واكتب اللي انت هتعمل لدينا حاليا القلب فاضي. فانا صممت فخلاص هقوم كاتب هنا على طول آآ اسم الجديد بتاعي او بتاعي هنا في مكان الداش دي. عملت واحد غيره وهفتح برضو التنبلت هلاقي الداش دي برضو فاضية فاغير فيها. لكن مسلا سولودوركس اللي هو مسلا اسم يعني اعتبر ان ده اسم الشركة خلاص هو كل ما هيفتح التنبلت هتظهر عنده باسم السولودوركس هقول لك برضو في النهاية هتظهر فين ايه اهمية اصلا انك تضيفه هنا في البروبرتس الاسم آآ الكمباني نام. تمام انتر خلاص هتظهر عندي برضو في بعد كده هروح تاني واعمل جديدة والمرة دي هنضيف المتيريال طبعا احنا خلاص معرفين المتيريال هنا فهضيف آآ من ضمن الخصائص بتاعتي اسم المتيريال عشان برضو تظهر آآ عندي وهنروح على الvalu وهنختار برضو هنا الحملي wire علشان هو على طول كده هيتطبقلي المتيريال في علامة انا اصلا معرفها قبل كده. فهو على طول اختار الماتيريال ليه اسم الماتيريال بتاعتي في وعلى طول في احرفها لان هي بعد كده بقى انا برضو ممكن اضيف خاصية خاصة بها بقى انا اللي هضيفها هي مش موجودة هنا في العناصر دي اللي هي مسلا انا هكتب بقى اسم معين للجزء ده كله فولياكم مسلا ان انا هسميه آآ وفي آآ هسميه مسلا انتر تمام كده انا خطيت كل الخصائص بتاعتي بقول له اوكي طيب هتسألني بقى ايه فايدة الخصائص اللي احنا قلنا هنقولها في الاخر فايدة انا عمضت الخصائص دي حاجتين اتنين اولا لما باجي ابحس عندي فيه الملفات آآ الخاصة بيا داخل الجهاز بتاعك فبتسهل عليك عملية الوصول للملفات الحاجة التانية لما بعمل الشدرونج وده بقى الاهم لما باجي عمل الشدرونج طبعا انت بتلاقي عندك في النهاية جدول موجود في اسم الشركة بتاعتك آآ اسم المادة آآ كل ده بيبقى موجود عندك في الجدول اللي تحت فانت بعد كده ما تقول تعمل في الجدول ده انت هتلاقي على طول خلاص الخصائص دي نزلت في الجدول بعد كده بقى هنروح على حفظ الملف بتاعنا قادي جدا هنروح على هيفتح طبعا عندي الملفات بتاعتي اول حاجة خالص هنقوم رايحين هنا تحت كده نغير نوع او صغة الملف وهنختار اللي هي الامتداد بي ار تي دي او تي هنختار طبعا اول ما هتختار وهو على طولها يقوم موسلك على موقع ملفات الخاصة بالبرنامج وبعدين هنختار بقى اسم نسمي بيه بتاعنا ولكن هنسميه تمام وده هيكون اسم القلب بتاعنا ويكون محفوظ بالامتداد ده وهقول له كده هتحفز خلاص في المكان ده في حاجة برضو حابب ان انا اوضحها ناس كتير ممكن تحتاجها لو احنا مجموعة من المستخدمين شغالين في مكان وكل واحد فينا ليه جهاز بيستخدمه مش كلنا على جهاز واحد كل واحد له جهاز بتاعه وبيشتغل عليه وبعدين انا عملت ده على جهاز معين وحابب بقى ان انا شاركه مع باقي الاجهزة علشان كلنا آآ نستخدمه في اي وقت فهينا نازم طبعا تكون كل الاجهزة بتاعتنا دي مربوطة بشبكة واحدة وفي الحالة دي اقدر بقى ان انا اروح على وطبق بقى الكلام اللي هلنا عليه في اول الحلقة واروح على الفايل آآ وبعدين هروح طبعا اختار آآ في وعمل بقى اد والمفروض وهروح بقى على المكان اللي محفوظ فيه ده سواء على جهازي او اي جهاز تاني داخل الشبكة اللي انا شغال عليها واعمله طبعا سلكت فولدر علشان ينضف عنده هنا واقدر افتحه واستخدمه لكمان في اي وقت ده لو كلنا مربوطين على شبكة واحدة طيب كده احنا عملنا التمبلت بتاعنا تعالى بقى نشوف ازاي احنا بنفتحه ونشتغل عليه لو قفلنا بقى خالص وبعدين روحت عملت وفتحت عندي القيمة بالشكل ده فهاجي بقى تحت هنا على هتظهر عندي بالشكل ده في عندي وفيه الام بي دي هنروح على بقى عندي العادي اللي مكنت باشتغل عليه والدرونج وظهر عندي تمبلت جديد اسمه آآ ممكن بقى اختاره واقول له اوكي هيفتح عندي بالشكل اللي انا شايفينه على طول زهرت فيه الاعدادات اللي هي القصد ستيل ستيل وكل الاعدادات اللي انا حددتها لكده ظهره لو روحت عملت فيه بقى مسلا وليكن على الطبلين مسلا خدت بالشكل ده وجيت الديت لللاين ده بعض هلاقي على طول بقى زي ما احنا شايفين ظهرت عندي بالملي متر وبالانش والااا والقيمة العشرية آآ تلات وحدات زي ما اختارناهم كل اللي انا بختاره بلاقي موجود طبعا لو روحت على البروبرتس هلاقي برضو نفس الكلام التمبلت بتاعنا شغال مزبوط في حاجة بس اخيرة بقى لازم برضو اوضحها في النهاية لو انا مسلا في الاول احنا قلنا انا ممكن اعمل نسخة من الاعدادات لو انا عايز ارجع بقى للنسخة اللي انا عملتها من الاعدادات بتاعتي ارجعها ازاي هروح برضو اما من البرنامج مقفول او من البرنامج لو مفتوح واروح على وهروح بقى المرة دي بدل مختار هعمل وهقول له طبعا المفروض ان انا هروح على الموقع اللي انا حفز فيه هو حاليا مختاره وهقول له تاني وطبعا المفروض هيكون معلم صح هنا ان انا بقى هعمل آآ نسخة من الاعدادات اللي انا حفزتها قبل كده وهقول له كده خلاص نسخل الاعدادات بتاعت كلها من جديد وهتظهر عندي الرسالة دي هقول له موافق اوكي كده خلاص الجهاز او البرنامج بتاعي رجع تاني للاعدادات بتاعته عشان لو حاجب ان انا ارجع لها في اي وقت آآ بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وعرفنا ازاي نعمل قالب خاص بنا ان شاء الله يكون في حلقات تانية برضو نتكلم فيها عن التخصيص في حاجات تانية كتير زي مسلا المأوز واجهة البرنامج حاجات تانية غيرها آآ يا رب يا جماعكم كيف حلقة النهاردة سهلة لو فيها مشكلة لابتكم اكتبالي في التعليقات وابعتعالي اعراض الاسواركم في صندوق الوصف ولعبك الفيديو اعمل لايك اعمل مشارك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد كان معكم محمد عياد سبحانك الله وبحمدك اشتاد ان انت استغفرك وتبوليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته